السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ان شاء الله زينين اليوم رجعتوا اياكم شرح جديد وفيديو جديد اه لكن قبل ما ابدأ بالفيديو اتمنى منكم ان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ان شاء الله. اه اليوم راح اشرح لكم طريقة تغيير ايقونات الالعاب وذلك من خلال الهاتف فقط. عندنا مثلا اه انشارتت تو اريد اغير هاي الصورة اللي اه باللعبة هاي الصورة من الواجهة البي اس فور اريد انغيرها. شنو الطريقة? اول شي شباب راح نجي على اعدادات البي اس فور نجي على الشبكة. ونقوم بالاتصال بالانترنت. عادي اذا تريد تتصل بالانترنت الوهمي او اذا تريد تتصل با اه انترنت اه بشبكة ما اكو اي اشكال. ام هي اه امشي يطلع عندك اه الاي 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 بي. هاسا شنو راح نجي على البي اس فور اكسبلور ونجي نفتحها ننتظر شوية شباب بعدها ننتقل على الموبايل اذا هسا راح تضغط على L3 في يدة التحكم اذا نظهر عندنا الاي بي الخاص بجهاز البي اس فور واحد تسعة اثنين بوينت واحد ستة ثمانية بوينت اثنين بوينت تلاتة عفوا واحد تسعة اثنين بوينت مية ثمانية وستين بوينت ميتين اثنين تلاتين بوينت واحد هسا راح نعوف البي اس فور بحالة ورح نتجه على جهاز الموبايل اذا شباب هسا شنو راح نحتاج بالموبايل راح تحتاج هذا البرنامج مدير الملفات انا راح اخلي رابط البرنامج في وصف الفيديو ان شاء الله ورح تجدو راح تلقو اكيد في قناة التليجرام اذا قبل ما ندخل على هذا البرنامج راح نتجه على الملفات ورح اقلركم شنو الصورة اللي اريد اغيرها نجي على مكان التخزين الداخلي اذا عندك كارت ميموري او اذا عندك مساحة التخزين اهم شي تروح على ملف اللي انت جايب بها الصورة او مخلي بها الصورة راح نجي على ايقونات للعبان هنا عندي صورة واحدة لخصوص انتشارتد انتشارتد عفوا راح نجي نفتحها واشوفكم اذا هاي الصورة شباب راح نغيرها نخليه بدال الصورة الاصلية اللي بانتشارتد حتى تلعب الواجهة حلوة اذا شباب راح تضغط عليه ضغطة مطولة وتجي هنا تضغط على المزيد واعادة التسمية راح تحدف الاسم انتشارتد فور وتكتب بدالة ايكون زيرو ايكون صفر وتضغط على اعادة التسمية هسا راح نعوف الصورة ونتجه على تطبيق مدير الملفات هذا نضغط عليه عفوا ونضغط على بعيد ونضغط على ادافة موقع بعيد نختار FTP هنا المضيف لازم نجيب الاي بي الخاص بجهاز البي اس وور تعالوا شباب نشوف الاي بي يقلك واحد تسعة ثنين راح تجي تكتبها هنا بوينت واحد ستة ثمانية واحد ستة ثمانية و بوينت اثنين تلاتة اثنين تلاتة اثنين و بوينت واحد هنا اسم المستخدم تكتبها اي اسم مثلا انا اسمي علي راح اخلي علي و نضغط على موافق يقلك لا يمكن ان تكون كلمة المرور فارغة يابا راح تكتب بيه اي شي حتى يعوفك الكلمة المرور نكتب بيه اس اس دي دي اف اف جي جي و نضغط على موافق هسا شباب اتصل عندنا بجهاز ملفات البي اس فور هسا حاليا دخلنا على اعماق البي اس فور مثل ما نقول انا اذا ندخل على اليوزر نختار مو اي بي بي لا لا راح نختار اي بي بي ميتا هسا راح نتوقف هنا وتعالوا اياي على جهاز البي اس فور ندخل نخرج من التطبيق عفون نخرج من التطبيق بي اس فور نجي هنا نشوف تطبيق اي دي الخاص بالانتشارتد فور هنا يجلك سي يو اس اي صفر ثلاثة اثنين تمانية واحد هذا تطبيق اي دي شباب شون اطلع التطبيق اي دي ده ما عندك راح تجي هنا على جولد هين تجي على تجي هنا تسوي شاو تطبيق اي دي واي بي بي بير اذا كان عندك اوف يعني ما راح يطلع عندك ال اي دي عفو راح نسوي اخر شي ونعود لتطبيق بي اس فور اكسبلور مرة ثانية هسا تعالوا اياي على الهاتف اذا عرفنا اش قدت الاي بي الخاص مع الانتشارتد طبعا اني نسيته بسرعة اذا اخر الارقام اثنين ثمانية واحد هسا معه ما انساه اثنين ثمانية واحد اذا نرجع على جهاز الهاتف عفوا هسا شباب بعد ما عرفنا تايتل اي دي الخاص باللعبة راح نجي نضغط عليه هنا الثلاث شراع في اعلى اليسار نختار التخزين الرئيسي وايقونات الالعاب هنا عندي هاي الباكتش اريت انقله راح ننطيه نقل ونجي هنا وراح نسوي له لسق اذا نقل لك ها موجود بالفعل هل تريد استبداله راح تنطي استبدال هسا شباب هسا شباب راح نعوف جهاز الهاتف ونتجه نركض ركض على جهاز البي اس فور اذا نجي على سورة انتشارتت شباب هسا راح تقولولي علي لقد فشلها في عملية التغيير ما عليكم شباب هسا راح نيجي على المتصفح الانترنت نضغط عليه ننتظر شوية حتى بس تتحدد عندنا الكارو ونطلع بعدها عفوا بس مجرد ما تتحدد عندك ونطلع للشباب انا لقد تغير الصورة بشكل كامل لكن بشوية خلال الشباب ما يخالف هسا راح يطلع راح نسوي لي عادة تشغيل شباب عادة تشغيل جهاز البي اس فور اذا شباب اشتغل عندنا البلاي وراح نشوف الصورة تغير عندنا او لا نختار حساب معين وراح تجهنا شباب مثل ما تلاحظون الصورة اتغير بشكل كامل وما بي اي اشكال وما بي اي خلل اذا بالاخير انا نجحت وما خليتكم تضحكون علي او على الطريقة اشاقة شباب اريد ما اريد اخليكم اتمنون من الفيديو والى هنا انتهينا من شرح هذا الفيديو والى المقاطع القادمة دمتم بسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة